البرلمان اليوناني المنبثق عن انتخابات الخميس والعشرين من يناير الماضي يعقد أولى جلساتها التي افتتحها بأداء نواب ثلاثمائة القسمة كل حسب معتقداتها فبينما أدى عدد من ممثلي الشعب القسم المدني اختار أخرون أداءه حسب تعليم دياناتهم أزمة الديون الخارجية خيمت على هذه الجلسة الافتتاحية سنحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية الأولية لكن دعوني أوضح للجميع التقشف ليس قاعدة ولا هو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي النواب الورتودكسيون أدوا والقسم أمام الزعيم روحي للكنيسة اليونانية الورتودكسية الأبليرونيموس فيما اختار النائب المسلم الوحيد في الهيئة التشريعية أداء القسم حسب التعليم الإسلامية مرسل يورو نيوز من العاصمة آتيناستاماس جانيسيس يقول معلقا كان البرلمان اليوناني الجديد في حفل افتتاحي لكن المتاعب لن يطول انتظارها بالنسبة للنواب الجدد حيث سيتعين عليهم اتخاذ أحد القرابة الأكثر حسما في التاريخ المعاصر للبلاد ثماتيس جانيسيس